شنت القوات الجوية الأوكرانية هجوما على منطقة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم ما أدى إلى نشوب حريق في منطقة الميناء ووفق سلطات جرى تطويق المنطقة واحتواءه الحريق بعد إجلاء سكان العديد من المنازل بيتزامن أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه دمر في البحر الأسود سفينة حربية روسية يشتبه بأنها كانت محملة بمسيرات إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضد كييف ولمزيد من التفاصيل معنا الآن مباشرة من موسكو مرسلنا فادي صالح أهلا بك فادي إذن في البداية على إثر التطورات في شبه جزيرة القرم ماذا صدر من الجهات الرسمية تابعة لشبه جزيرة القرم هناك نعم رمي حسب التصريحات الرسمية لرئيس شبه جزيرة القرم فإن الهجوم الأوكراني أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة أربع آخرين في منطقة فيودسيا وبالتحديد في منطقة الميناء في الحقيقة السلطات الروسية تمكنت من احتواء الحريق الذي نجم عن هذا الاستهداف وأكدت أن الأجهزة المعنية طوقت المكان وقامت بالإجراءات اللازمة كذلك الأمر تم إخلاء جميع المنازل المحيطة بالمنطقة وتم التأكيد على أن هذا الوضع هو تحت السيطرة طبعا في الحقيقة القوات الأوكرانية هي ليست المرة الأولى التي تحاول فيها استهداف مناطق في شبه جزيرة القرم بمختلف المعدات العسكرية منها الزوارق المسيرة أو درونات الطائرة وحتى بالصواريخ من جانبها طبعا وزارة الدفاع الروسية أكدت أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط قذفات أوكرانية من طراز سو وهذه القذفات كانت تريد استهداف السفينة الحربية العسكرية الروسية التي تحمل اسم نفارسيسك عفوا نفاتشيركاس وهذه العملية الأوكرانية كما قالت القوات الروسية إنها باءت بالفشل في الحقيقة روسيا دائما تقول إن فشل الهجوم الأوكراني المضاد أو ما تسميه الهجوم الأوكراني المضاد هو ما يدفع القوات الأوكرانية إلى إجراء عمليات توصف بالإرهابية في المناطق الحدودية مع روسيا وبالتحديد أيضا في المناطق القريبة من شبه جزيرة القرم كذلك تحمل موسكو القوات الأوكرانية مسؤولية سقوط ضحايا مدنيين في مناطق أخرى ربما أبرزها هي مقاطعة بيلغراد التي لها يكون النصيب الأكبر من القذائف الأوكرانية التي تسقط على أراضي المقاطعة الروسية الحدودية نعم في نفس الوقت أيضا فادي يعني روسيا تتحدث في الأثناء عن أنها توسع من عملياتها العسكرية في أوكرانيا يعني ما معنى ذلك أو بالأحرى يعني فيما يتمثل ذلك في الحقيقة يعني في بيئة الحديث عن توسيع العمليات العسكرية لا بد من التنويه إلى ما أعلن عنه وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو الذي أكد أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة الكاملة على منطقة مارينكا ربما حسب ما يقول محللون ووسائل إعلام هذه المنطقة هي المنطقة الأكبر وأهم إنجاز بعد باخمود حسب التسريحات التحليلات العسكرية وأيضا هناك حديث طبعا عن توسيع العمليات العسكرية الروسية بشكل كامل وذلك بهدف كما تقول موسكو يعني تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة وكما تقول طبعا السلطات الروسية أهداف العملية لهذا العام تم تحقيقها وهي صد الهجوم الأوكراني المضاد الذي أعلنته كييف وأعلنه الغرب ضد روسيا وهذا ما نجحت فيه القوات الروسية حسب التسريحات وزارة الدفاع الروسية نعم شكرا جزيلا لك فادي على كل هذه تفاصيل المطيات إذن كان معنا مباشرة من موسكو مرسلنا فادي صالح